وَأَحَقُّ مَنْ ذُكِرْ وَأَجْوَةُ مَنْ سُرِ الله سبحانه وتعالى الشيخ الآيات 13 ورابط الشيخ الآيات الهاتف ترحبه الشيخ الآيات الآيات 13 ورابط الشيخ الآيات والتسعين الله the most deserving to be worshipped the most deserving to be prayed too وَأَحَقُّ مَنْ ذُكِرْ الملك الذي لا شريك له والفرض الذي لا بد له لن يطاع إلا بإذنه ولم يُعصى إلا بعلمه and the most deserving to be obeyed Bei يطاع في شكر He is to be obeyed and he is to be thankful for ويُعصى فى يغفر And when he is disobeyed, he forgives ويكشف الظُّر And he removes hardship ويقبل التوبة And he accepts التوبة أقرب قريب قريبا إلينا يعلم ما في الضمائل يعلم ما في الضمائل يقلت ما في الضمائل السر عنده علانية بحجزة تحوطها علانية رآنا على ما عصينا فلم يفضحنا وقل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا وقل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا وإن تبنا وإن عدنا إليه قبرة توبتنا فما أحلمه على من عصاه فما أقربه ممن دعاه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح عنه إنه كان حليما غفورا لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبْصَارُ إنه الله سبحانه وتعالى لَا يُدَرِكُ الْأَبْصَارُ وَلَمْ يَتَّخِلْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌ مِّنَ الدُّلْ وَلَمْ يَكُلْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آَاتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا Whoever there, on this earth, under the sky, they will all come to Allah subhanahu wa ta'ala being in humiliation. لَقَدْ أَحْصَارُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا Allah subhanahu wa ta'ala will count them very well. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Everyone, we come to Allah subhanahu wa ta'ala as individual. وجهه النور His face is light. نور على نور Light on light. نور السماوات والأرض He is the light of all the skies and the earth. كَوْلَ حُسًا وَنُورًا He is the perfect known, perfect light. المحروم من حُر ما وقيت الله The real deprived is the one who is deprived from seeing Allah subhanahu wa ta'ala. فَنَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى لَذَّةَ النَّغْرِ إلى وجهه الكريم. We implore to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the pleasure of looking at his countenance, at his face. وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْكُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْكَا وَاجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له طارتون كل له طارتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل العلا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وصلي الله وصلي على نبينا في الله أكبر شكرا